يحلم الكثيرون بإنجاب الأبناء ومع أن هذا الحلم هو سهل المنال عند العديد من الأزواج إلا أن البعض قد يواجه مشاكل إنجابية تضطرهم للجوء لتقنيات الطب الحديث والتي وعدت ووفت بوعدها لكثيرين قبلهم وذلك عن طريق ما يسمى بالتلقيح الإصطناعي سوف نتناول اليوم نوعين من التلقيح الإصطناعي هما التلقيح داخل الرحم وأطفال الأنابيب أما بالنسبة للتلقيح داخل الرحم هذا النوع من التلقيح يتم إدخال الحيوانات المنوية من الزوج في رحم المرأة عبر أنبوب طويل ورفيع ويفضل استخدام هذا النوع من التلقيح في الحالات التالية إصابة المرأة بنوع من الالتهابات في عنق الرحم نقص في عدد الحيوانات المنوية عند الرجل ضعف في حركة الحيوانات المنوية عند الرجل ضعف الانتصاب عند الرجل إصابة الرجل بحالة القذف العكسي وهي حالة يعود فيها المني المقذوف إلى المثانة بدلا من الذهاب إلى العدو ومن الممكن الخضوع لهذا النوع من التلقيح بالتزامن مع أخذ جواء يحفز عملية التبويض ويعتبر هذا المزيج ذو فعالية مضاعفة قد تزيد من فرص نجاح الحمل والإخصاب وتعتمد فرص نجاح هذا النوع من التلقيح على العوامل التي تسببت بمشاكل الخصوبة عند الزوجين فعلى سبيل المثال إذا كان التلقيح داخل الرحيم يتم مرة شهريا وهذا باستخدام حيوانات منوية تم أخذها وتجميدها حديثا فإن فرص نجاح التلقيح تصل إلى 20% في دورة التبويض الواحدة تتغير هذه النسبة تبعا لعوامل مثل الانتظام في استعمال أدوية زيادة الخصوبة وعمر الزوجة الأسباب الرئيسية لمشكلة قلة الخصوبة وعوامل أخرى كثيرة التلقيح عن طريق الأنابيب في هذا النوع من التلقيح يتم وضع البويضات والحيوانات المنوية سوية في حاضنة لفترة من الزمن ليتم التخصيب في ظروف مخبرية دقيقة وحساسة ونجاح عملية الإخصاب يعني أن العملية قد أنتجت جنين يقوم الاختصاص بزراعته في رحم المرأة ويتم هذا النوع من التلقيح باتباع الخطوات الآتية الخطوة الأولى تحفيز نضوج البويضة في هذه الخطوة يتم إعطاء المرأة أدوية تحفز المبيضين وهذا لإنتاج العديد من البويضات الناضجة في وقت واحد بدلا من بويضة واحدة كما هو الحال في الظروف الطبيعية وتنتظم المرأة على هذا النوع من الأدوية لمدة تتراوح بين 8 إلى 14 يوما وهذا تبعا لتعليمات الطبيب والذي يتابع مع المرأة عن كثب التطورات الحاصلة فيما يتعلق بنمو وتطور البويضات عبر فحص الموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل وعندما يتأكد الطبيب من أن البويضات قد نضغت يلجأ إلى حقن المرأة بهرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشري HCG وهذا لتحفيز بدء عملية الإبادة ويتم أخذ البويضة من المرأة بعد مدة تتراوح بين 34 إلى 36 ساعة وهذا من عملية الحقن بالهرمون HCG الخطوة الثانية هي استخراج البويضة ويتم في هذه الخطوة استخراج البويضات من مبيض المرأة ليتم تخصيبها مخبريا ويتم تخدير المرأة بشكل جزئي بمخدر متوسط القوة ولا تأخذ هذه الخطوة بالعادة أكثر من 30 دقيقة الخطوة الثالثة هي عملية التخصيب وفيها يتم أقضي الحيوانات المنوية من الرجل ويتم وضعها في طبق مخصص في المختبر مع البويضات الناضجة وتترك هذه في الحاضنة بعد خلف كافة الظروف المرائمة لليلة كاملة وبالعادة تقوم الحيوانات المنوية بتخصيب البويضات الموجودة في الطبق بشكل طبيعي وبنجاح دون أي تدخل خارجي ومع ذلك في حالات استثنائية قد لا تتمكن الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة بشكل طبيعي وهنا يتدخل الأخصائي ليقوم بحقن البويضة بالحيوان المنوي عبر حقنة مجهرية خاصة وهنا يجدر التنويه إلى أن عجز الحيوانات المنوية عن تخصيب البويضة بشكل طبيعي قد يكون إشارة تحذر من وجود خلل في الكرومرسومات وهنا يفضل أن يقوم الزوجان بإجراء كافة الفحوصات واللازمة لاستبعاد هذه الاحتمالات ويتم نقل الأجنة الناتجة من هذه العملية إلى الرحم بعد يوم إلى ستة أيام من القيام باستخراج البويضات الخطوة الرابعة هي عملية نقل الأجنة ويتم إذراء هذه العملية في عيادة الطبيب المختص وهي غير مؤلمة عادة لكنها قد تسبب الألم عند البعض والشعور بانقباضات مزعجة وهنا يقوم المختص بإدخال أنبوب طويل ورفيع عبر المهبل إلى الرحم ليحقن الجنين في الرحم ومن الجدير بالذكر أنه قبل اللجوء لأي نوع من أنواع التلقيح الصناعي يجب أخذ رأي أطباء موثوقين وإجراء التلقيح في مراكز مرخصة وموثوقة وهذا لزيادة فرص نجاح التلقيح والحصول على المتابعة الطبية الملائمة وهذا تابعا لكل حالة ترجمة نانسي قنقر